أرحب بلال محسن وأحمد مصطفى ديوفي في حلقة النهاردة من السادسة مسأخير بلال سيد نوري أحمد أهلا بك طبعا وأهلا بكل السادة المشاهدين ويمكن بداية الفقرة لمسة وفاء من جمهوري النادي الأهلي زي ما أنت قلت مش غريبة على جمهوري النادي الأهلي لواحد من الناس اللي قدمت الكثير للنادي الأهلي خلال سنوات وسنوات مفتقدين وتحسن الألعاب الجماعية كلها بعد كل مباراة طبعا وكان ملف الألعاب الجماعية طبعا كان خاضر جدا فيه وكان دائما مسندة ودائما حضور وكان خلف جميع الفرق الجماعية إن شاء الله بإذن الله محنا وتعدي ويرجع مرة تانية لأسرته المحبين ولي النادي الأهلي إن شاء الله دعوتكم لي بسأخير يا حمد سيد نوري أحمد وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي وطبعا المشهد يبين حالة الحب والوفاء ما بين جميع النادي الأهلي طبعا وواحد من أبناء النادي الأهلي المخلصين معنا الوزير العامري فاروق طبعا نتمنى له طبعا السلامة ويرجع في أسرع وقت بيته يعني إن شاء الله الهتاف قبل ما يكون للوزير وقبل ما يكون لنائب رئيس النادي الأهلي هو الشخص لمست جميع النادي الأهلي حجم العطاء والوفاء والانتماء عنده فشان كده ما تأخرتش أبدا إنها تكون جنبه وتسنده في أزمته ومحنته نتمنى إن شاء الله أنه يتجوزها سريعا طيب زي ما قلت لكم يعني طبعا الملف الأساسي والرئيسي واللي هبدأ به الفقرة دي هو الأهلي وينج أفريكانز مباراة زي ما قلت في بداية الحلقة صعبة بكل المقاييس من حيث التوقيت من حيث الظروف من حيث الدوافع نسخة ينج أفريكانز الحياة التي تعلقت في بطولة الكونفدرالية في نسختها الأخيرة ونجحت في الوصول للمباراة نهائية مختلفة بشكل كبير جدا عن ينج أفريكانز اللي هنقبله يوم السبت عدد كبير من الأسماء المؤسرة واللي كان لها دور مهم جدا في مشوار الفريق رحلت عدد كبير من الصفقات أبرامتها إدارة ينج أفريكانز وبالتالي الشكل مختلف ميجيل جاموندي المدير الفني واحد من الأسماء الحقيقة من أصحاب يمكن يكون الأكثر خبرة ودراية من المديرين الفنيين الأجاني اللي بيشتغلوا في قرية أفريقيا جولة ابن بطوطة تولى مسؤولية عدد كبير جدا من الأندية وشارك تقريبا في كل نسخ المسابقات الأفريقية فبالتالي تتكلم على مدير فني محنك يدرك تماما حجم وقيمة النادي الأهلي وبالتأكيد حالة الرصد عنده لمشوار النادي الأهلي في أو تحت قائدة مارسل كولر حاضر وهنتكلم كمان على طريقة لعبهم مواجهة الأخيرة أمام شباب لوزداد في بداية انطلاقتهم في دور المجموعات والانتهت بخساريتهم 3-0 ودي واحدة من الحاجات أو النقاط اللي هتزيد أيضا من صعوبة المواجهة نبدأ بيانج أفريكنز وأبدأ بالاختلاف معاك يا بلال